السلام عليكم ورحمة الله متسبعي وصفات أسماء مرحبا بكم في وصفة جديدة وفيديو جديد وضمن سلسلة حلويات العيد سوف نشارك معكم حلوة بعجين واحد وشكلين مختلفين صاب لي بطمر بشكل جديد وما داق مختلف أكيد سوف تبعو جميع المراحل دياله تبعو لفيديو تل آخر باش تعرفوا على مقادر وطريقة التحضير إن شاء الله يكون ناجح معكم من أول تجربة لا تنسوش ديروا لايك الفيديو إلا عجبكم بطبيعة الحال وندوزوا مباشرة المقادر وطريقة التحضير بالنسبة للعاجين غنحتاج 250 قرام ديال الزبدة كأس ونصف ديال السكر ساني داولة سكر غلاسي جوج ديال البيضات كأس ياغور طبيعي ولا ديال فاني ملعقة ميزينة وقبصة ديال ملح كأس إلا ربع ديال الزيت ودقيق باش غادي نجمعو هدى الخالد تقريبا غنحتاجه 1 كيلو لاروب ديال دقيق ولكن اللي نحتاجينه غادي نزيده الدقيق كيكون على حسب الجودة دياله أول حاجة غادي نفدو بها غناخده الإناء اللي غنعجنه فيه هدى العاجين غنديره الزبدة والسكر غنضيف للملح وغادي نخلط الزبدة مزيان مزيان غنضيف لها الزيت وغادي نستمر في العجن خاصة الزبدة تكون بالحرارة ديال الغرفة وخاصة ضروري ما نخدموها مزيان حتى كتنساجم وكذلك كنحسوها بحل بدا تكدوب غنضيف الياغورت هنايا ممكن تضيفو ديال الفاني او لا تديرو ياغورت طبيعي يعني اي نكهة بغيتو غنضيفو البيض انا كنضيف المكونات تدريجيا وفنفس الوقت كنخلط مزيان ضروري ما يتخدم مزيان هاد صابلي قبل ما نديرو الدقيق وغادي نضيف الميزينة وغادي نضيف الدقيق تدريجيا نحاولو اننا ننعجنوه بالاطراف ديال الاصابع فقط غادي نجمع هاد العاجين العاجين مخصوش يكون خفيف بزاف وكذلك ما تكونش العجينة ناشفة وغادي نقسمها على جوج ونخليها في البلاستيك غدائي وغندوز باش نوجد الحشو بالنسبة للحشو غا نحتاج هنا المعجون ديال التمر يعني التمر اللي معجون بغيتو تاخدوه جاهز ممكن إلا بغيتو تصيبوه ممكن انكم تاخدو التمر كتحيدو لي العظم ديالو وكتحطوه في الكسكاس كيفور حتى كي طيب وكتطحنوه وكتحصلو على هاد المعجون ديال التمر بحال هكه هنا هنضيف ليه شوية ديال السكر بنكهة الزهرة البرتوقال هنضيف شوية ديال كوكوم هرمج وزنجلان وشوية ديال القرفة وغادي نخلطوه مزيان حتى ينساجم ليه مع هاد المكونات اللي ضغطتليه وغادي نخليه جانبا حتى نوجد العجين بالنسبة للشكل الاول هناخدو هنا الورق ديال الزبدة او الاي كيس بلاستيكي غادي نديرو شوية ديال الدقيق وغادي نسرحو العجين يعني العجين كيف ما قلت لكم في الاول قسمتو على جوج نصف غادي نديرو بيه شكل ونصف ثاني غادي نديرو بيه شكل اخر غادي ناخد هنا العجين غا نسرحو بالدلاك اللي سامبل ومن بعد غادي هاد المدلك اللي عندو هاد الخطوط كيف ما كتشوفو نقدرو نديروهم بشي مشطة او الا يعني مشطة اللي كنستعملو ولكن ما يكونش يعني بطبع الحال غا يكون نقي وخاص بالحلويات او اللي نديرو بشي فورشات او اللي شوكة واللي بغا يخليه سامبل ممكن اللي بغا يخليه سامبل راه ممكن يخليه ويدير اي شكل كيف ما بغا ماشي ضروري تقيدوا بهاد الشكل ممكن تديروه دائري او الا مرباع يعني اي اي شكل عندكم تقدروا تستعملو غا نسرح حتى العاجين ديال التمر كيف ما كتشوفو غا ناخدو هنا العاجين ديال صابلي غا نطبعوها باي مطبع وغا ناخدو العاجين اللي درنا ديال التمر غا نحطوها في الواسط وغادي نعاودو نديرو العاجين الابيض ديال صابلي يعني كنديرو هنا ثلاثة ديال طباقات والحاجة اللي γا نعطيكم كناصحة ان صابلي يخصو بيكونauto سابلي يكونو رقيق باش ما يجينش هاد الحلوى يجين الغلايد مثلا سابلي ووحين نسعmanas전 غا نكره هدا هو اللي هي ننابل اللي بغا يدير صابلي غا نحسى nodig ويستعن حتى بهذاك سابلي بهذاك الطريقة الناس اللي غتخدم لي كوموند وكمية كثيرة غن السامر اهلا بنفس الطريقة كندير سابلي العجين ديال السامر وصابلي من الفوق كنحاول انا نضغط ضغطة خفيفة غير هكا باش تمرك يلسق مع العجين ما نحاولوش انا نضغطو بزيف باش ما كيتخسروش لينا الشكل ديال الخطوط وهذا هو الشكل من بعد ما كملتو غن نوضعو في صافحة ديال الفرن وغندخلو الفران يكون سخون من قبل بالنسبة للطياب غادي نخلي طيب من التحت كنخرج طاوة يعني من الفرن نهائيا نحتكي برد شوية وعاد كندخلو يعاود يتحمر من الفوق بالنسبة للشكل الثاني بنفس الطريقة غادي نسرحو غناخد بلاستيك او لورق الزبدة نسرح العاجين بطبيعة الحال من بعد مرشو شوية ديال بقاق من الفوق ومن التحت ديال العاجين وغادي نسرحو بالمدلك اللي سامبل ونعاودو بهذا الشكل هذا كيف ما قلتليكم ممكن تديرو شوكة او لأي شكل بغيتو كنناخدو هاد الجيهة وكنقلبوها يعني هاد الخطوط كيولي وهم اللي لتحت و السامبل كيولي لفوق كنتمنى ان الفيديو يكون واضح تبعو غير مزيان وغادي تفاهمو الطريقة يعني الخطوط ديال هاد العاجين كيولو لتحت وصاب لي سامبل كيولي لفوق كنقطعو وكنحاول انني نقاد من الجوانب هاد العاجين كنحتافضو بيحتن نعاودو نشكلوه كناخد هنا التمر من بعد ما كورتو بهذا الشكل هادا على الشكل اللي بودان صغير ورين وكناخد العاجين كنقطعو مستطيلات كنحاول انني ندير العاجين العلل قد ديال التمر وكندير دورة واحدة فقط كنقرسها شوية من الجوانب باش كتلسق وما يجينش غلية بالتحت نسدها وكيكون هادا هو الشكل ديالها من الفوق يعني حاولو انكم ما تضغطوش بزاف هاو كباش ما كتخسروش خطوط بنفس الطريقة غادي نكمل كيف ما كتشوفو كندير دورة واحدة غير باش كيتغطى التمر صافي وما نبقوش زعما ندورو الدوارات بزاف غير دورة واحدة باش كيتغطيو التمر وصافي كيف ما كتشوفو طريقة سهلة وبسيطة وشكل كيجي رائع كيف ما كتشوفو طريقة سهلة بنفس طريقة غا نحط صافيحة ديال الفرن وندخلها الفرن حتى التحمر من التحت نخرجها تفرد شوية ونخليها التحمر من الفوق وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما طاب يعني كيف ما كتشوفو الحشوة كتجي شادة في صابلي ما كتطيحش ما كتتفرقش على صابلي كيجي ساهل بالنسبة لتزيين ديال هاد الشكل اللي على اللي شكل بودين غناخد هنا الكوك من بعد ما حمرته كيف ما كتشوفو كنحمره غير شوية في المقلة كيولي على هاد الشكل هذا دهبي وكندوب الشوكولات اللي ما بغاش في ديال الكوك ممكن انه يدير كوكاو او اللوز يدير الفيوتين يدير زنجلان كيبقى تزيين اختياري انا اه اقترحتي يعني عليكم نزيين بالكوك والشوكولات كنغطس الجوانب ديال هاد صابلي في الشوكولات من بعد ما زدتو شوية ديال الزيت ودوبتو في مماغي هنديرو في الكوك وكنخليه احتين شف فوق هاد الشبكة يعني طريقة سهلة تزيين ممكن تزينو بخطوط ديال الشوكولات ممكن انكم اه يعني فقط ديرو علي غرشة ديال السكر غلاسي كيبقى تزيين كل سيدة وكتفدع كيف ما بغيت ممكن انكم تديرو احتى اه يعني عجينة السكر تديرو وريدات على شكل وريدات را ديجا مخليليكم العجينة ديال السكر في القناة طريقة ديالها كتجي رائعة بالشوكولات وان شاء الله تشوفوا الفيديو وهذا هو الشكل ديال الحلوى ديالنا ديال اليوم هذا هو الشكل الاول ممكن تزينو هتا هو من الفوق وريدات ديال من نفس العجين يعني ديال سابلي تلونوها وتزينو بيها اولا تخلوه غير بحل هكا غير شكل دياله بحل هكا كيجي سامبل وكيجي زوين وشكل تاني هو هذا وكانت هذه هي الحلوى ديالنا ديال اليوم صابلي بتمر شكل جديد ومادق مختلف كيجي رائع المادق ديالها ممكن انكم نفس العجين تحضروا بيها بزاف ديال الاشكال وكانت هذه الحلوى ديالنا ديال اليوم حلوى سهلة ومبسطة انتمنتنا لإعجاب ديالكم هذا هو الشكل دياله من الداخل صابلي كيجيه شيش كيدوب في الفم وكذلك الحشوة رائعة والمادق ديالها روعة الى عجبكم الفيديو متبخلوش ليوا اللايكات ديالكم وبارتاجيهم مع الاحباب والاصدقاء بيش تعمل الفائدة الناس اللي اول مرة غيزوروا القناة مرحبا بكم والف مرحبا شكرا على المشاهدة الى وصفة قادمة باذن الله